بتعرف تصور الطبيعة والسماء والوارد وليك نظرة فنية؟ ايه رأيك تبيعها الصور دي بالدولار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه الأخبار عامليني؟ يارب تكونوا بخير وبصحة وتمام دايماً كنا قولنا قبل كده أننا هنعمل ورشة نتكلم فيها عن شوية حاجات تقدر تعرف التفاصيل بتاعتها من الاقتراح اللي يظهر لك هنا أو هنا على حسب لغة اليوتيوب اللي انت فاتح بيها لكن بصراحة في حاجتين منعوا ده الحاجة الأولى أن الناس اللي كنت بتعامل معاهم أو بحاول أطبق عليهم الكلام ده علشان أتأكد من فعاليته قبل ما أتكلم فيه كانوا عندهم رأي مختلف إما أنهم قالوا أنه نخلي الموضوع ده عبارة عن ورشة على أرض الواقع أو ما هو أشبه بالكورس مجوز منهم قال نتقل شوية لحد مع عدد الناس اللي بتشرفنا في القناة يزيد عشان اللي فايدة تكون أكبر وأعم أما بالنسبة للسبب الثاني فهو أننا في الفيديو اللي فات اللي هيظر اختراحه هنا أو هنا اتكلمنا عن عملية ما بعد التقاط الصورة اللي هو تعديل الصور بقى لحد ما تبقى ما تستدقش فإيه الخطوة اللي بعد كده بعد ما عملنا تعديل الصورة وبقت الصورة جاهزة هل هننزلها على الانستجرام أو على فيسبوك وبعدين تكت كامل لايك أو كامل ري اكت وشكرا على كده ولا في حاجة ممكن تتعمل بعد كده فقلنا بقى بما أننا اتكلمنا عن إزاي تقدر تعدل الصور وتطلع صور جميلة اللي هو مرحلة ما بعد التصوير أو مرحلة الخلال يعني فيه نقدر نقسمهم قبل وخلال وبعد حلوة خلال دي خلال دي اللي هي خلاصة انت صورت الصورة بقى عايزين نمشي شوية مراحل كده عشان نطلعها حلوة ودي اللي اتكلمنا فيها والفيديو يظهر لك هنا أو هنا زي ما قلنا دلوقتي بقى عايزين نتكلم ما بعد انت دلوقتي عملت الصور فإيه اللي هيحصل هل هترفع على مواقع التواصل الاجتماعي ومجرد شوية رياكت يعني لاف وأعجابني والكلام الجميل ده ولا فيه حاجة ممكن تعملها أبعد من كده شوية حتى وهي مش الأساس عندك ما تنساش بس انك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس وتتابع الفيديوهات اللي جاية وتركز مع الفيديو ده كويس دلوقتي احنا بنتكلم ان خلاص صورت الصورة ومشيت على الفيديو اللي فات وخلاص عملنا تعديل الصورة والصورة باقي ما تتصدقش حاجة كده خرافية دلوقتي انت بدل ما هترفع الصور دي على مواقع التواصل الاجتماعي أو مجرد يعني ما قد ما ترفعها بشوية ترفعها على مواقع التواصل الاجتماعي وفيش مشكلة لكن تقدر ترفعها في أماكن تانية والأماكن دي ناس تشتريها تتعرض كستوك كبضاعة والناس تشتريها ويجي لك منها عائد مادي بالدولار وده اللي هنتكلم فيه انه فيه مواقع الانترنت تقدر ترفع عليها الصور اللي انت بتصورها بعد ما يتعمل لها ايدت أو يتعمل لها شوية تعديل وتقدر ترفعها والناس هتشتريها علشان تستخدمها أو علشان هي عجباها مش أكتر لكن في كل حوالها هتشتريها وهيكون القصاد ده فيه مقابل مادي بالدولار أول موقع معنا هو موقع مهم جدا ومشهور جدا على أقل لو مش مشهور بالنسبة لنا فهو مشهور بالنسبة للناس التانية للمفروض ان الصور دي هتتبع لهم أو هيشتروا الصور وهو موقع بسيط جدا بحيس انك اصلا من هنا ما بتدخله بيقول لك ازاي تقدر تبيع الصور فيه عندك حاجة اسمها بتدوس عليها وبعدين تقدر ترفع الصور عليه ومجرد ما بترفع الصور اصلا بيتم عرضها وبعد ما يتم عرضها او يتم الاول مراجعتها طبعا وبعدين تتقبل ويتم عرضها مجرد ما يتم عرضها فيه ناس بتشتريها لما تظهر لها في نتائج البحث وبس على كده كده انت بقيت بالفعل باقع صور على الموقع ده الموقع ده بسيط جدا وجهته بسيطة جدا لكن هو فيه شرطين بس اول شرط فيه من الصور يكون حجمها اكبر من اربعة ميجا طبعا انا انا بجرب الموقع ده طلع عيني لان اجلب الصور هي اترفعت على الفيسبوك فجودتها قلت شوية لكن قصادها كده الحجم بتاعها برضو قل فما قدرتش الاقي الصور بسهولة حجمها اربعة ميجا اجرب عليها لكن لما استكدمت تطبيق الكاميرا لقيت ان الصور اصلا بالفعل بتطلع اكبر من كده بكتير والشرط ده سهل تحقيقه تاني شرط ان يكون الصور دي ان فوكس يعني ايه يعني يكون لها موضوع يعني ما بتكونش مسور والصورة عيمة كده او صحيحة على بعضها كي انك بالضبط تفتح الكاميرا وجهت تصور حد فما دستش على وشه من الكاميرا او من الموبايل فالصورة ما جاتش محددة ملامحه فهم عايزين الصورة تكون ان فوكس مش اوت اوفوكس يعني فيه هدف من الصورة بمعنى اصح يعني الموقع ده هو موقع فوتوليا والموقع ده حاليا يعني هو تابع واصبح حاليا تابع للمنصة المشهور على مستوى العالم منصة ادوبي طبعا انت لما بتدخل على الموقع زي ما قلنا هو تابع لمنصة ادوبي حضراتك لما بتدخل عليها بتقدر من خلاله انك تقدر تبيع الصور او ترفع الصور بسهولة جدا لما تدخل عليه لازم تعمل زوم وتدوس على سيل ايميجز بعد ما تدوس على سيل ايميجز دي كل اللي هيظهر لك بقى ممكن يتعمل من الموبايل عادي يعني بيبقى مهيق بعدها لنسكة الموبايل تاني موقع معناه هو موقع مشهور جدا وصوره بتتباع لاماكن ضخمة جدا ومهمة جدا زي مثلا مايكروسوفت بجانب انه بيكون فيه حتة زيادة حلوة انه اي صورة بترفعها عليه حصري بيكون عليها خمسين في المية يعني بتاخد خمسين في المية علاوة زياد عليها واي صورة بترفعها عليه مع موقعين تلاتة مثلا بتاخد اربعين في المية اما لو رفعت الصورة عليه ورفعتها بعد كده على اي منصة بتبيع صور ممكن تقبلها على الانترنت وقتها بتاخد بس تكلفة البيع يعني ما بيكونش فيه بس اللي هو اقل لحاجة هي التكلفة العادية يعني اقل لحاجة انت كده 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 كسبان برضو الموقع فقالا لما دخلت عليه وعملت سيرش عليه لقيت عليه صور كتيرة جدا ولاقيت عليه ستوك مهمة جدا وحلوة جدا فعلا هو موقع عليه اقبال شديد بجانب ان انا افتكرته اصلا من البداية موقع عربي فقلت مش هيكون عليه اي حاجة او هيكون حاجة كده يعني مش قوية لكن فعلا لقيته موقع منافس جدا وعليه ستوك او عليه صور حلوة جدا وفعلا صور تنافس وفعلا صور مرفعه مخصوص صور منطقاه بعناية الموقع اسمه عالمي أو بالانجليزي عالمي اللي هي برضو تقريبا معناها عالمي يعني والموقع ده أهم حاجة بتميزة عن اللي فات إن الموقع من البداية هو معمول أصلا بطريقة الموبايل يعني مش محتاج تعمل زوم أو يعرض لك من الموبايل كأنك فتح من الكمبيوتر هو من البداية معروض عليك بطريقة الموبايل تالت موقع معنا وليتفاجئت من كتر مكان احترافي جدا وبسيط جدا وسهل ترفع عليه الصور وسهل تديمان عليه الصور بجانب أنه موقع عالمي ومتعقد مع شركات كبيرة جدا على سبيل المثال وليس الحصر زي كوكاكولا وزي جوجل وزي آيكيا مثلا بجانب أنه موقع اجتماعي يعني في ظل ذروة جائحة كورونا الفترة اللي فاتت كان عامل عرض للمصورين اللي انت منهم بقى مجرد ما بترفع الصورة كان فيه زيادة 10% على السعر الخاص بالصورة لما بتتباع كانوا من أنواع الدعم للمصورين اللي بيفعوا تصميماتهم في ظل الركود اللي حصل وقت فترة كورونا الموقع اسمه dreams time وأهم ما يميزه عن المواقع اللي فاتت أنه ليه تطبيق بالفعل على المتجر أو على جوجل بلاي تقدر تحمله وتستخدمه لكن طبعا نازم يكون فيه شوية شروط كده من زي مثلا أن الصورة حجمية يكون أربعة أكتر من أربعة ميجا زي ما اتفقنا وأنه يكون فيه حاجة انفوكس أو يكون الصورة ليها هدف وطبعا يكون فيه وصف لذيذ كده للصورة يعني شوية الأساسيات اللي خاصة بأي صورة زي ما اتفقنا وتكلمنا قبل كده وأخيرا أهم وآخر موقع واللي تقريبا أشهر موقع موجود على مستوى العالم مثلا واللي حرفيا بيزوره ملايين يوميا وحرفيا سهل برضو أنك تحمل عليه أي صورة ليك واللي بيكون ليه موقع مخصص للموبايل وموقع مخصص للكمبيوتر أو اللابتوب وليه تطبيق برضو تقدر تحمل منه وهو موقع بتقدر تدخل عليه تعمل حساب وبعدين ترفع ليه أي صورة يكون طبعا ليها حجم معين أكبر من أربعة ميجا يكون ليها وصف كويس يكون ليها انفوكس وأي حد يقدر يعمل بحس من الملايين اللي بيدخله يوميا ويلاقي الصورة بتاعتك يقدر يشتريها بجانب أنك بتخش بيكون ليك حساب يعرض فيه أو يعرض لك فيه كام مرة الصورة تعرضت هل في حد اشترق الصورة الحساب بتاعك قد إيه لحد دلوقتي يعرض لك كل التفاصيل الخاصة بالصور وطبعا بيكون فرصتك فيه كبيرة جدا أنك تبيع الصورة طول ما الصورة زي ما اتفقنا في المقام الأول هي حلوة وما تتصدقش الموقع كلنا عارفينه وكلنا اتمنينا في مقاحد المراحل اللي ننحمل منه وهو موقع شطر ستوك وهي العجائب الأقدار الموقع اللي تقريبا كلنا بنا عايزين نحمل منه ودايما بالله على الحاجة اللي احنا عاوزينها لكن للأسف بتمنعنا الأوضاع اللي نشتريه منه وبنلجأ للبديل المجاني أو ده عزقنا يعني لكن الموقع ده حاليا تقدر أنت ترفع عليه الصور والناس اللي قادرة على الشراء تقدر تشتري الصور بتاعتك طول ما هي حلوة وكمان بيكون لي تطبيق علشان يكون سهل ووزني ده ما كانش شيء مفاجئ يعني أن موقع زي ده كون لي تطبيق تقدر تحمله وتنطلق بسرعة وزي ما قلنا بتتعرض على الملايين يعني فرصتك تكون كبيرة جدا أنه يتم البيع من خلاله حابب بس في النهاية أقول حاجة بسيطة جدا لكن مهمة جدا أن كل الموقع ده في الأساس أنت بتدخل عليها لكن محتاج يكون عندك حاجتين مهمين أنه يكون عندك صبر ويكون عندك استمرارية أن الصورة اللي أنت بترفعها دلوقتي ممكن ما تتشافش لكن الصورة اللي بعدها ناس تشوفها فالصورة اللي بعدها ناس أكتر تشوفها فنسبتك أو نسبة ظهورك تزيد تزيد أكتر بأكتر فأنت محتاج شوية صبر ومحتاج استمرارية في رفع الصور لكن في نفس الوقت محتاجين ناخد بالنا أنه الأساس من الموضوع ده مش أنك تبيع الصور أصلا طبعا نحب نفتكر انه الحاجة اللي احنا بنعملها دي او الخطوة اللي انت بتعملها دي هي عبارة عن خطوة زيادة يعني انت كده كده اصلا الاساس اللي بيدفعك لحاجة زي كده هو انك بالفعل عندك النظرة الفنية او بتحب انك تعدل فيه الصور فبالتالي هي دي خطوة زيادة مش اكتر انت كده كده بتعدل في الصور بالفعل وبترفع على مواقع التواصل الاجتماعي والناس كلها بتعمل رئاكت عليها والدنيا جميلة فايه الفكرة من انك ممكن تعمل خطوة زيادة لكن هي مش الاساس فبالتالي لازم نكون حاطين في مجنة حاجة زي كده انت مش مستني اصلا من البداية عائد هي الفكرة ان دي خطوة زيادة ومجرد applications زيادة او websites زيادة عندك على الموبايل فهتقدر تعمل منها خطوة زيادة مش اكتر لكن انت مش منتظر منها حاجة ده الاساس في الموضوع يعني زي ما قلنا الاساس مش انك داخل تبيع الصور والموضوع متوقف على كده انت بالفعل عندك الموهبة اصلا انك تعمل صور او تعدل الصور بشكل كويس جدا لدرجة ان تطلع ما تتصدقش فبالتالي هي دي اصلا مجرد خطوة زيادة او حاجة زيادة مش هي الاساس عندك انت الاساس عندك ان اصلا الصور جاهزة يعني دي خطوة زيادة انت مش منتظرها بمعنى انك متوقف عليها دي مجرد تطبيقات بتحملها على الموبايل وانت الصور كده كده بتعملها اقدت فتطلع معاك ما تتصدقش في علمان انك ترفعها على الاماكن دي وازدية تلخرخرين انت مش مستني حاجة وطبعا اغلب المواقع دي انت مش بعتك ترفع عليها صور بس انت لو عندك موهبة مثلا زي الاسلو موشن او الطايم لابس او الستوب موشن او اتا الدمج الصور مع بعض او انك تعمل اكتر من صورة جمعهم في بعض من خلال تطبيقات الموبايل يعني لو عندك اي حاجة لي علاقة بالمرئيات سواء فيديو او صور تقدر ترفعها على المواقع دي وهيكون ليك فرصة عظيمة جدا عليها طبعا كل الانكات تكون موجودة تحت في ديسكريبشن بوكس ما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب تفعل زر الجرس وتتابع الفيديوهات القديمة وتستنى الفيديوهات اللي جاي علشان فيه شوية عظمة تتطبخ وجهزة يعني ان شاء الله حاجات فوق العظمة ولو عندك اي فكرة او اي موضوع عايز تعرف تعمل عنهم اي تطبيق او اي موقع قبل كده ولا لا تقدر تقولنا في التعليقات وحنا ان شاء الله مش ننتقر عليك نلقاكم على خير